اشتركوا في القناة لأنك مخلوض لأنك مصافيش وترفض عند الوليساريو لأنهم عارفينك أنك مخلوض وأنك مصافيش احفظ ما تبقى من كرامتك يا محمد يا راضي يا ليلي للإشاعة ديالك للأخبار الكاذبة ديالك للأخبار الزائفة ديالك هذا كل ما يأكد حاجة وحدة أنك مهتز نفسيا وقد حولت نفسك وجعلت نفسك أضحوك أضحوكة العالم أضحوكة وسائل تواصل الاجتماعي نعود نفكرك بها لن تخليك الدماغك مزيان لفظ بث المغرب لأنك مخلوض لأنك مصافيش ومرفوض عند جبهات البوليساريو لأنهم هما عارفين أنك مخلوض وأنك مصافيش لو كنت كتبنا المبادئ ديال الانفصال منذ مدة نقول هذا رأيك ونحاول نتحاوله معك ونحاول نتنقشه معك ونحاوله نردوك إلى جادة صواب ولكنت بسبب لفظ مهني وهم عارفين علاش وانت كذلك رك عارف الحقيقة ديال الموضوع دير فيها دعاء البطولة والدعاء المقاومة الافتراضية وانت كتعرف في قرارات لنفسك أنك كذاب لأنك باين لأنك واضح لأنك مكشوف وإنما كتكذب على أن السك وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أنك مهتز نفسيا نصحتي تعالج نصحتي للمرة الثالثة خصك العلاج يا محمد يا راضي يا ليلي حولت نفسك إلى أضحك حولت نفسك إلى أضحك وانك نقول لك شكرا على كل التسلية التي تعطينا احنا المغربة المؤمنين بأن المغربة من طنجة إلى القويرة هذه القويرة اللي كدونا فينا هي هذه من طنجة إلى القويرة فالكلام تلك تقول في التلفازة يوم كنت تتقاضى الأجر من خزينة الدولة ولكن من اللي شفو فيك صفا ما كانش والرجال خصيكم فيهم صفا وانت ما فيكش ما بغيش نقولك مش يا راجل وانت ما بغيش نقولك ما فيك صفا ما فيكش الخصايا لدى الرجال ما فيكش الخصايا لدى الرجال نعود نفكرك لوفيتة في المغرب ومرفوض عند جبهات البوليساريو لا تبقاش أضحوك أعتق أعتق راسك أعتق راسك أعتق راسك أعتق راسك تغل في راسك خلق